السلام عليكم هكلمك النهاردة ان شاء الله عن افضل وقت للتمرين هل صباحا ام مساء بالاضافة ايه افضل وقت للتمرين في رمضان معاك دكتور احمد شامي دكتور علاق طبيعي ولو انت اول مرة تشوفنا ساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة الدعم في الفترة الاخيرة بصراحة لا حقيقي شكرا جدا 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 على مستوى الدعم ده واللايك هو مسابة شكرا اللي انت بتقدمها لي عاوزين نوصل فيديو ده ل 500 شكرا او 500 لايك ده رقم قليل جدا مقارنة بالارقام الكبيرة اللي انتو بتجيبوها لي يعني انا اتمنى نوصل لش رقم واكتر من كده مبدئيا لازم تعرف ان التمرين سواء بالصبح او بالليل الفرق مش كبير قوي ولكن في مزايا معينة للتمرين بالصبح ومزايا اخرى للتمرين بالليل الموضوع هنا ليه مزايا او مزايا هنا شوف انت ايه المزايا اللي انت عاوزها واللي انت بتروح الجم عشانها وتبدأ تتدرب او تتمرن في الوقت ده مبدئيا بالنسبة للتمرين في الصباح فلو بصينا لمستوى هرمون التستستيرون في الدم بيكون اعلى بنسبة تصل ل 35% عام بالليل وهرمون التستستيرون ليه فوايد كتير جدا كنا تكلمنا عنها في حلقة كاملة تقدر ترجع لها زي بالك في الاي هنا او هنا ولكنها بتدعم نمو العضلات فالصبح كده كده هيفرق معايا انه هيزود لي مستوى هرمون التستستيرون في الدم وبالتالي نمو العضلات هيزيد ركز للاخر ده مش معناه ان الصبح كويس ركز للاخر وانا هقولك الخلاصة ما بين الاتنين بالنسبة للناس اللي عايزة تحرق دهون وتخس فالصبح الحرق بيوصل لنسبة تصل لعشرين في المية وبالجسم بيبقى في الصبح السكر في الدم مش مستوى عالي فبيبدأ الجسم يلجأ للدهون الاحتياطية ويبدأ يحرق دهون اكتر فلو انت عاوز تحرق دهون وعاوز تخس فالصبح وقت مثالي لك علشان الموضوع ده ده بالنسبة للصبح بالنسبة للليل مساء او بالليل بيكون مستوى هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر او الاسترس هرمون اقل بكتير عن الصبح وبالتالي مستوى نمو العضلات هيزيد يعني الصبح التستستيرون هيزيد انما بالليل التوتر او الاسترس هرمون هو اللي هيقل بالاضافة ان التمرين في الصبح بيديك فرصة انك تنام بالليل بشكل كويس وده هيسمح لنمو العضلات بشكل افضل طيب تمام انهي بقى كده افضل صباحا ولا مساعم بص عشان تفهم الموضوع الصبح مستوى هرمون التستستيرون بيكون اعلى ونمو العضلات بيكونش بشكل كويس طيب نمو العضلات بالصبح بس لا هو المقتصر على الصبح بس ونتيجه حلوة جدا هو حرق الدهون في وقت الصبح فلو انت عاوز تحرق دهون توجه مباشرة للصبح انما لو عاوز تنمي عضلات فانت عندك الصبح وبالليل الفرق ما بينهم مش كبير رغم ان انا بفضل بالليل لان هرمون التوتر او الكورتيزول او الاسترس هرمون مسؤول بشكل كبير جدا عن تأخر نمو العضلات او مش بيبقى بنفس الكفاءة يعني فانا يفضل بالليل عشان هرمون الكورتيزول يكون اقل طيب تمام ده بالنسبة للصبح وبالنسبة للليل طيب بالنسبة لرمضان بالنسبة لرمضان برضو عندنا فترتين فترة من قبل الفطار بساعة او ساعة ونص وبعد الفطار بتلت او اربع ساعات مش فترتين كده والسلام انت كل واحدة بتختلف على حسب السن والصحة بتاعتك والغرض او الهدف من التمارين دي من الاساس طيب بالنسبة قبل الفطار مازايا انك تتمرن قبل الفطار انك بتكون خلصت شغلك في اليوم كله فبالتالي الساعة ساعة ونص قبل الفطار دول انت فاضي فيهم وبتفرغ وقت ما بعد الفطار بقى انك هتصلي الترويح هتبقى ملتزم انك تزور قريبك فانت فضيت نفسك بشكل كبير فدي مزايا انك تبدأ تمرين قبل الفطار ولكن في بعض الناس ممنوعين من الموضوع ده اصحاب الحالات الصحية او الامراض المزمنة زي السكر والضغط والقلب دول ممنوعين من التمرين في الوقت ده بالاضافة ان المكان يكون فيه تهوية كويسة يكون فيه تكييف مثلا لان الجو لو حر هيبدأ الجسم يفقد سوائل اكتر وده ما ينفعش وانت صايم طبعا بالاضافة ان التمرين بيكون من ساعة لساعة ونص بالكتير قوي يعني انا مش عاوزك تعدي حتى الساعة نخلي الساعة دي الاساس بتاعك لأضيق الظروف يعني ايا كان الظرف الطريق اللي حصل خلاك توصل لساعة ونص وده نادرة لما توصله فنخلي الحد الادنى بتاعنا او الحد الاقصى بتاعنا هو ساعة ما نزيدش عن كده بالاضافة ان تكون التمرين عبارة عن رياضة خفيفة زي المشي الهرولة ركوب الدراجة ايا كان تمارين خفيفة او لو هتستخدم جهاز للتقوية يكون جهاز معتدل الشدة والسرعة مش عاوزك تشيل وتضغط على نفسك قوي لا خالص لان مستوى السكر بيكون اقل فاحنا عاوزين نشتغل بالتمرين البسيطة دي او حتى السويدي مثلا للغرض منها انك تخلص الجسم من السموم طيب ايه ما زياء اصلا اننا اتضرب بعد الفطار اولا رفع كفاءة الجسم والتخلص من السموم الموجودة بتساعة الجسم على الاسترخاء والتركيز وانك تنام بالليل بشكل كويس وبالتالي هيدعم نمو العضلات بالاضافة انه مثالي لانقاص الوزن لان السكر او مستوى السكر بتكون اقل بشكل كبير فبيبدأ الجسم يلجأ للبدايل جلايكوجين والدهون ويبدأ يحرق فيها فانت بتاخد من المخزون بتاعك علشان تزود الحرق عندك كل دي مزايا انك تتمرن قبل الفطار طبعا عرفنا من الممنوعين منها واخد بالي بتتمرن قد ايه طيب تمام قيب بعد الفطار او جيه يا ولان او جيه يا ولان بعد الفطار هنا انا مش عاوزك مباشرة بعد الفطار انت معاك من 3 ل 4 ساعات بعد الفطار لان اول ما بتفطر الجسم بيكون مؤهل الدم والاكسوجين كله رايح للمعدة فلو انت بدأت التمرين الدم بيبدأ يروح للعضلات فبيبدأ يحصل عسر هضم فانت اخذلك من 3 ل 4 ساعات علشان تبدأ التمرين بالاضافة انك تشرب سويل بشكل كافي مش عاوزك تشرب سويل بشكل كبير جدا 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 باطنك تبقى منفوخة على الفاضي وعالمليان وفي نفس الوقت مش عاوزك ما تشربش خالص فالجسم يوصل لمرحلة الجفاف اشرب اللي الجسم محتاجه بالاضافة ان التمرين بتاعك هيكون زي قبل الفطار ساعة كحدة اقصى ساعة وربع ساعة وثالث مش عاوزك تزود اكتر من كده طيب التمرين بعد الفطار مناسب لمين هو مناسب بشكل اكبر لمرضى السكر والقلب والضغط اللي انا حذرت منهم انهم يتمرنوا قبل الفطار بالاضافة ان هو كويس جدا جدا للناس اللي عاوزة تحافظ على جسمها ما تزيتش هو بيبدأ يزود الحرق وا 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 ولكن هنا هو مش بيزود الحرق من الجسم كله هو عادة بيركز انه يزود الحرق في الاكل الزايد من وجبة الفطار فلو انت مثلا محتاج سي الفين سعر وكلتة الفين ونص يعني معاك خمسمية سعر زيادة فانت لما بتروح تتمرن بعد الفطار بتحرق الخمسمية بتبدأ تاخد من الخمسمية دول كأولوية بالتالي الناس اللي عاوزة تخرج من رمضان زي ما دخلت بدون زيادة في الوزن بتلجأ للتمرين بعد الفطار انما لو انت عاوز تخس بشكل كبير فيكون قبل الفطار افضل ليك كده احنا زبطنا الحوار كله الصبح ولا بالليل وما زي كل واحد منهم قبل الفطار ولا بعد الفطار في رمضان وما زي كل واحد منهم نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واسر اسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم كان مع الدكتور رحمد الشامي ساش تابعني على الانستجرام حاول نرد بإذن الله في اسرع وقت في اسئلة كتير جدا 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 بعتذر للناس اللي أنا ما ردتش عليها بس كده السلام عليكم شكرا جميعا لكم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة